في ناس عبد للشهوتة عبد للجنس عبد للمال عبد للشهرة عبد للصديق مساكين ما يدري الله يقول افهم ان اتخذ اله هو ايش? هواه الاله هوا بعض الناس مهم محرر تجد مسكين عبد لشهرته وعبد لشهوته وعبد لماله تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة هذا حديث الرسول تعس وانتكس واذا شيك فلانتقش سماها عبد لكن تقول يا رب ابغاه محررا عبودية لك فقط لان كذا عبدت الله هذا مفهوم الحرية ترى هذه الحرية الحقيقية ان تكون حر من كل شيء ما في قيود الا مع ربك عبدا لله عبد لله غير الله لا انت حر ولذلك من تكريم الله لنا كبني ادم الله خلقنا روسنا مرفوعة الحيوانات تكرمكم الله منحنية ظهورها انت الوحيد من المقلوقات اللي رأسك مرتفع ما يحنى الا لله ركوعا وسجودا عشان تعرف حريتك لكن بعض الناس مسكين صار حر عبد للمنصب وعبد للكرسي وعبد لشهوة الدنيا واصبحت الدنيا تحرك هي من التنويسرة ولا يستطيع ان يفك نفسه منها ابدا هنا انا اقول لما قالت محررة ابغاه يا ربي صدقة لك صادقا بما تريد انت يفعل ما يرضيك يا حي يا قيوب وانا اقولها كثيرا يا رب اجعلنا عبيدا لك صادقين ليس عبيدا لأهوائنا ولا لشهواتنا ولا لانفسنا يا نساء يا امهات يا ربات البيوت انت قادر بحور الله نحن كلنا نحفظ المقول التي تقول وراء كل رجل عظيم ايش امرأة عظيمة وراء كل شاب ناجح في البيت يا اسمعيني اسمحوا لي شوي بكلم الامهات واللي خلف الشاشات انت قادرة انك تكونين سبب في صلاح حتى زوجك وقادرة احيانا اذا لم تصلح الام او تكون عندها ذاك الهم ان يفسد البيت كله الزوج والابناء بل والله حتى الخدم في داخل البيوت المرأة الصالحة المرأة صاحبة الهم العالي قادرة على ان تصبح اما وزوجة ومحورا مهما وخطيرا في داخل داخل بيتها طيب سؤال لما تحرك الطفل في جوفي وفي احشاء حمنة زوجة عمران هنا المرأة بدأت تفكر لان المرأة عندها احساس يا جماعة مو بعند مو بعند الرجل مشاعر المرأة عاطفة المرأة ليش دور المرأة خطير ومهم في البيت ليش لان المرأة اكثر وقتها في بيتها الرجل بكثرة احتكاكها مع الناس وفي الشارع ويرى هذا ويرتفع الاصوات والاحتكاك العام يتلوث احيانا ويسير عندها نوع من الحدة المرأة لا بقاءها في بيتها من حكم بقاء المرأة في بيتها ان تكون مليئة الاحساس كمية من العاطفة كمية من الاحساس فما بالك اذا كان هذا الاحساس وهذه العاطفة وافقت نية صادقة انا اقول على قولة المصري اه يكسر الدنيا يغير الموضوع وتصبح المسألة اكبر مما نتصوره اذا كانت المرأة قادرة او اذا كانت المرأة عندها تلك العزيمة التي تريدها ان شاء الله تعالى